السلام عليكم هل شعرت يوما أنك دائما متأخر بخطوة في فهم كيفية تفكير المرأة؟ هل تساءلت إذا كان هناك سر للتحكم في عقلها؟ تخيل أن لديك القدرة على فك رموز أفكارها والتأثير عليها لصالحك؟ هذا ليس حلما بعيد المنال اليوم ستكتشف عشر أسرار مثيرة تتعلق بالحيل النفسية التي تمنحك ميزة مذهلة في فهم علم النفس الأنثوي وسنقدم لك عزيزي المشاهد ثلاثة أمثلة عن كل تكتيك لا تفوت لحظة من هذا الفيديو الذي يكشف عن عشر أسرار للسيطرة النفسية على عقل المرأة لن أطيل عليكم لندخل في صلب الموضوع مباشرة شاهدوا الفيديو من البداية إلى النهاية ستستفدون كثيرا لا تنسوا فقط أن تدعموني بلايك تعليق أسفل الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات للتوصل بكل ما هو جديد من فيديوهاتي كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق التكتيك الأول اجعل حضورك دائما هل تساءلت يوما عن كيفية جعل المرأة تشعر بوجودك حتى عندما تكون بعيدا ليس الأمر متعلقا بالتشبث بل بترك بصمة نفسية عميقة تجعلها تشعر بالارتباط الدائم بك يتمحور هذا التكتيك حول خلق إحساس شامل بوجودك في حياتها اترك رموزا صغيرة في بيئتها تذكرها بك كالأغاني التي تستمر في ذهنها الهدف هو أن تجعلها تشعر بغيابك كفراغ تسعى جاهدة لملئه مما يجعلها تعمل بجهد لجذب انتباهك هذه هي السيطرة النفسية الحقيقية أمثلة لهذا التكتيك المثال الأول التواصل المنتظم حافظ على تواصل دائم مع شريكتك عبر المكالمات الهاتفية الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي لتبقى في ذهنها وتظل مهتما بحياتكما المشتركة المثال الثاني الدعم العاطفي والمعنوي كن داعما لشريكتك في الأوقات الصعبة وقدم لها الدعم اللازم والتشجيع لتجاوز التحديات وكن معها في جميع المراحل الهامة في حياتها المثال الرابع المفاجأة الإيجابية قم بتقديم المفاجآت اللطيفة بين الحين والآخر مثل تنظيم نشاط ممتع لإظهار حبك واهتمامك بشكل مستمر قبل أن نكمل أنصحك دائما باستخدام هذه المعلومات في الحلال لا تنسوا فقط أن تدعموني بلايك تعليق أسفل الفيديو واشتراك في القناة لنواصل التكتيك الثاني اعطها مساحة هل سمعت المثل الذي يقول إذا أردت أن تأسر عقلها امنحها مسافة الكثير من الرجال يسيئون فهم هذا ويظنون أنه يعني إغراقها بالهدايا والرسائل النصية على العكس النساء يعشقن الغموض والتحدي أتقن فن الغياب اجعلها تشتاق إليك من خلال التراجع بشكل كبير انغمس في هواياتك وعش حياة ممتعة عندما تمنحها مساحة ستخلق توترا نفسيا وفجوة لا يمكن لأحد سواك أن يملأها ستبدأ في الشوق إليك لأنك لست دائما متاحا المثال الأول التفاهم خلال الأوقات الصعبة عندما تواجه شريكتك أوقات صعبة قدم لها المساحة التي تحتاجها للتأقلم مع الموقف والتعبير عن مشاعرها بحرية المثال الثاني التشجيع على النشاطات الفردية دعم الشريكة في الاستمتاع بالأنشطة الخاصة بها سواء كان ذلك القراءة الرسم أو ممارسة الرياضة دون التدخل في اختياراتها المثال الثالث تحفيز النمو الشخصي قدم للشريكة المساحة والدعم لتحقيق أهدافها الشخصية والنمو الذاتي دون وضع ضغوط زائدة عليها التكتيك الثالث التلاعب العاطفي هو تقنية مباشرة ستستخدم فيها عواطفها لتوجيهها فالمرأة بطبيعتها تتحكم فيها عواطفها حيث تترك عواطفها توجه قراراتها لذا إذا أتقنت هذه اللعبة ستكون مسيطرا تأرجح بين الارتفاعات والانخفاضات العاطفية ففي لحظة أنت الأمير الساحر وفي اللحظة التالية تكون بعيدا ومراوغا هذا يجعل استثمارها العاطفية فيك يزداد ويجعلها تشعر بالخوف من فقدانك بمجرد أن تكون هناك يمكنك توجيه عواطفها كما تشاء المثال الأول إثارة الغيرة بشكل متعمد قد تستخدم تصرفاتك أو كلماتك بشكل متعمد لإثارة الغيرة لدى الشريكة مما يجعلها تظهر علامات القلق أو الغيرة وتزيد من اهتمامها بك المثال الثاني استغلال المشاعر لتحقيق أهدافك قد تستغل المشاعر العميقة للشريكة مثل الحب أو الخوف لتحقيق أهدافك الشخصية مع مراعاة مشاعرها الحقيقية المثال الثالث استخدام التحكم بالمشاعر قد تحاول التحكم في مشاعر الشريكة عن طريق توجيهها بطرق تخدم مصالحك الشخصية دون أن تكون مهتما حقا برغباتها أو احتياجاتها التكتيك الرابع علم النفس العكسي لماذا تسعى النساء للحصول على حقائب اليد ذات الإصدار المحدود؟ ببساطة لأنها بعيدة المنال إذا أردت زيادة جاذبيتك استخدم عنصر الندرة اجعل نفسك بعيد المنال أكثر مما تتوقع المرأة اجعلها تشعر بأنك الجائزة التي لا يمكنها الحصول عليها مثل تلك الحقائب النادرة إذا أصبحت شيئا نادرا يصعب الحصول عليه سترى تحولا جذريا النساء سيبدأن في مطاردتك والتنافس على انتباهك المثال الأول لا تكن متوقعا في تصرفاتك بل كن غير متوقع ومثير للاهتمام لتحفز فضولها المثال الثاني استخدم الغموضة لجذب انتباهها ولا تكشف كل شيء عن نفسك في البداية المثال الثالث قدم نصائح بسيطة ومفيدة لتجعلها تشعر بأنك تتفهم مشاكلها دون الانتقال إلى الحلول المباشرة التكتيك الخامس استخدم الفكاهة والثقة بالنفس الفكاهة والثقة بالنفس هما مفتاحان لجذب انتباه أي امرأة فالمرأة تحب الرجل الذي يمكنه جعلها تضحك وتشعر بالراحة لذا حاول أن تكون مرحا ولديك ثقة كبيرة بنفسك لا تبالغ في الأمر لكن كن على طبيعتك واستخدم الفكاهة لكسر الجليد وإيجاد رابط مشترك بينكما فالمرأة ستشعر بأنك شخص مميز وغير عادي وهذا سيجعلها ترغب في قضاء المزيد من الوقت معك المثال الأول استخدام النكات للتخفيف من التوتر عندما تكون الأجواء متوترة أو محرجة استخدم الفكاهة لتخفيف التوتر وإطفاء البهجة على الموقف مما يجعل الشريك يشعر بالراحة والاسترخاء بجانبك المثال الثاني استخدام الثقة بالنفس لتحفيز شريكتك يمكنك استخدام ثقتك بنفسك لتحفيز المرأة ودعمها في تحقيق أهدافها مما يعطيها دافعا إضافيا للتقدم والتطور المثال الثالث استخدام الفكاهة للتعبير عن المشاعر قد تستخدم الفكاهة كوسيلة للتعبير عن المشاعر العميقة سواء كان ذلك الحب أو الإعجاب مما يجعل المرأة تشعر بالتقدير والانتماء التكتيك السادس كن غامضا ومثيرا للاهتمام النساء بطبيعتهن ينجذبن للغموض لذلك حاول أن تكون غير متوقع ومثيرا للاهتمام لا تكشف عن كل تفاصيل حياتك فورا بدلا من ذلك اجعلها تشعر بالفضول تجاهك شاركها قصصك الشيقة ومغامراتك ولكن اترك بعض الأشياء غير مكشوفة هذا سيجعلها تتساءل عنك أكثر وتبقى متشوقة لاكتشاف المزيد عنك المثل الأول التحدث بأسلوب غامض عندما تتحدث مع المرأة حافظ على بعض الغموض في كلامك ولا تكشف كل شيء عن نفسك مما سيثير فضولها لمعرفة المزيد عنك المثال الثاني استخدام الحركات والتعابير الغامضة قد تستخدم لغة الجسد والتعابير الوجهية لتعبر عن غموضك مما يثير الشريك للكشف عن ما تفكر فيه أو ما تخطط له المثال الثالث عدم الكشف عن كل شيء عن نفسك بسرعة قد تختار عدم الكشف عن كل تفاصيل حياتك بسرعة بل تترك بعض الأمور للكشف تدريجيا مما يبقي الشريك مهتما ومتشوقا لمعرفة المزيد عنك التكتيك السابع قدم الدعم العاطفي النساء بطبيعتهن يبحثن عن الأمان العاطفي كن الشخص الذي يمكنها الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة استمع إلى مشاكلها وقدم الدعم العاطفي هذا لا يعني أنك تحتاج إلى حل جميع مشاكلها لكن فقط كونك هناك بجانبها يقدم لها الراحة فبهذه القدرة على الاستماع والتواجد سيجعلها تشعر بالارتباط العميق بك المثال الأول تقديم الإشادة والتشجيع احرص على تشجيعها وتقديم الإشادة بإنجازاتها وتذكيرها بقدراتها وإمكانياتها مما يزيد من ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بالدعم العاطفي المثال الثاني التعبير عن المودة والاهتمام تذكير الشريكة بحبك واهتمامك بها سواء من خلال الكلمات اللطيفة أو اللفتات الصغيرة مثل إرسال رسالة نصية تقول فيها كم أنت مهمة بالنسبة لي المثال الثالث توفير بيئة داعمة ومحببة خلق بيئة داعمة ومحببة في العلاقة حيث تشعر المرأة بالأمان والراحة للتعبير عن مشاعرها بحرية ودون خوف من الانتقاد أو الحكم التكتيك الثامن استخدم لغة الجسد لصالحك لغة الجسد تلعب دورا كبيرا في جذب النساء اجعل تواصلك البصري قويا ولكن ليس مبالغا فيه ابتسم وكن مسترخيا هذه الإشارات الجسدية تخلق رابطة خفية وتعزز من جاذبيتك المثال الأول التواصل العيني الحميمي حافظ على التواصل البصري مع الشريك بطريقة طبيعية ودافئة فهذا يعزز القرب والتواصل بينكما ويوحي بالانفتاح والثقة المثال الثاني التعبيرات الوجهية الإيجابية استخدم التعبير الوجهية الإيجابية مثل رفع الحاجبين إلى غير ذلك لتعزيز التواصل الإيجابي ونقل المشاعر بشكل أكثر فعالية فهذا يعزز الارتباط العاطفي ويشعر الشريك بالراحة والأمان التكتيك التاسع كن طموحا ولديك أهداف النساء تنجذب إلى الرجال الذين لديهم أهداف وطموحات في الحياة أظهر لها أنك تسعى لتحقيق شيء ما وأن لديك خططا للمستقبل هذا يعكس أنك شخص جاد ومسؤول ويثير الإعجاب ستكون أكثر جذبا إذا رأت المرأة أنك تسعى لتحقيق طموحاتك بثقة وإصرار المثال الأول وضوح الرؤية والتحفيز عبر عن أهدافك وطموحاتك بوضوح أمام المرأة وشاركها في رحلتك نحو تحقيقها فهذا يلهمها ويحفزها للمساهمة والدعم المثال الثاني التحفيز المتبادل استخدم الحوافز والمكافآت لتحفيز المرأة على تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية وكن دائما لها في رحلتها نحو النجاح المثال الثالث التحدي والإلهام تحدى المرأة لتحقيق الأهداف الكبيرة والمبتكرة وكن مصدر إلهام لها للوصول إلى مستويات جديدة من النجاح والتفوق التكتيك العاشر كن دائما على استعداد لتقديم تجربة جديدة قدم لها تجارب جديدة ومثيرة سواء كان ذلك في السفر أو الأنشطة المختلفة اجعل حياتك وحياتها مليئة بالمغامرات النساء يحببن الاستكشاف واكتشاف أشياء جديدة وإذا كنت الشخص الذي يشاركها هذه التجارب ستكون دائما في ذهنها كمصدر للمتعة والإثارة المتال الأول اقتراح الأنشطة المثيرة قدم اقتراحات لأنشطة جديدة وممتعة لقضاء الوقت معا المتال الثاني تجربة الهوايات المختلفة قدم للشركة فرصة لتجربة هواية جديدة أو نشاط مثل الرقص أو اللياقة البدنية أو الرحلات البرية وشاركها في اكتشاف وتطوير اهتماماتها المتال الثالث استكشاف المكان المحلي اكتشف الأماكن الجديدة في المنطقة المحلية وقدم للمرأة فرصة لاكتشاف أشياء جديدة ومثيرة مثل الزيارة إلى متحف أو معرض فني أو التجول في الأسواق المحلية وأخيرا نود أن نشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو واستماعكم لأسرار السيطرة النفسية التي تمكنكم من التأثير على عقول النساء بطريقة إيجابية إن رأيت تفاعلكم مع هذا الفيديو سأعطيكم معلومات أخرى وإذا استمتعتم بالمحتوى ووجدتم النصائح مفيدة لا تترددوا في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المميز والتوجيهات المفيدة ولا تنسوا أن تتركوا لي في التعليق أرائكم حول هذا الموضوع أضيفوا لنا معلومات أخرى إن كنتم تعرفونها ليستفيد الجميع بإذن الله كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق نحن نقدر دعمكم وتفاعلكم ونتطلع للقائكم في الفيديوهات القادمة شكرا لكم وداعا شكرا لكم